فتحت حديقة أم كلثوم بمنطقة المانيال ذراعيها في ثالث أيام عيد الفطر المبارك واستقبالت حديقة أم كلثوم زوارها في أجواء تتميز بالهدوء على دفاف النين وبين أحضان الطبيعة فتحت حديقة أم كلثوم بمنطقة المانيال ذراعيها في ثالث أيام عيد الفطر المبارك لاستقبال زوارها الراغبين في قضايا أوقات ممتعة في أجواء تتميز بالهدوء ركبت المرجحة وركبت العربيات وركبت القطر ما شاء الله عجبنا بالجنينة جنينة نظيفة وهادية غير طبعا الجنين والزحام ده فما شاء الله يعني الجنينة كويسة وممتازة جنينة كويسة ومميزة تتسم بالهدوء واني جي لفها حلوة والهواء عشان قريبة من نيل فها فيها هوا يستمتع زوار الحديقة بقضاء يوم مميز بعيدا عن ضغوط الحياة حيث توفر لهم الحديقة مجموعة من الخدمات المميزة خصوصا في المناسبات والأعياد جنينة هنا من آخر يام رمضان ونجاز فيها قص الشجر وقص النجيلة وننظف على الحمامات ونشاك على الكهرباء والشجر وكله بنأمن بجمهور داخل مرتاح نفسيا الحديقة تعتبر متنفسا طبيعيا مميزا وزاد تعلق الجمهور بها ارتباطها باسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم مما يجعلك تستمتع بأجواء هادئة وشاعرية نقية بعيدة عن الضوضاء وصخب الحياة في مكان ساحر يطل على نهر نيل محمد الخطيبة التلفزيون المصري